أزمة يعيشها سكان العشوائيات في محافظة واسط بعد تهديد السلطات الحكومية لهم بإخلاء منازلهم وتنفيذ قرار الإخلاق للمدة زمنية محددة ما خلف أزمة إنسانية وسكنية لهؤلاء السكان وسط اتهامات للحكومة بعدم مراعاة الوضع الاقتصادي السيء لساكني هذه العشوائيات نعاني مكانات ما عندنا نعاني تجاوزات قاعد يفترون علينا يوميا جاينا جاكلوا وجاكلوا وين نروح أقلت لك أنا مو عندي شبر واحد بالعراغ ملك وين نروح نحن نعاني بالنسبة لي مريض أقس الكليتين اثنينات وهذا كان البيت مالتي الله وكيلك طالدنا مدير البلدية سيف وحج محمود وجهول هنا جهول أنكتوا غراضنا جابوا شفالات هدمونا يعني الحكومة نسأل الحكومة الحكومة بس على الفقير حالتنا صعبة يوم دي عشر يوم نتغده ما أدنى رجلي قاعد ويقولون شي له وشي له وما أدنى أدنى أربع مدارس جهال أربع مدارس وين نروح السلطات في محافظة واسط أكدت أنها أنذرت سكان العشوائيات بإخلائهم خلال مدة زمنية محددة بسبب عرقلة هذه التجاوزات السكنية لبعض المشاريع أن هذه التجاوزات السكنية فهي تقع على بعض المشاريع ومعرقلة لبعض المشاريع ولا يمكن أن نسمح ببقاء التجاوزات مقابل إيقاف الخدمة إلى المواطنين مما أضطرت مديرية بلدية الكوت إلى توجيه انذارات وإقامة دعاوي بخصوص المتجاوزين وقد وجه السيد محافظ واسط بإعداد أماكن بديلة لهؤلاء المتجاوزين لتسكينهم في الوقت الحاضر وتبقى أزمة سكان العشوائيات في محافظة واسط السمرار لظاهرة العشوائيات في العراق بعد عام 2003 وسط عز الحكومات المتعاقبة عن معالجة هذه الظاهرة وإيجاد بدائل أخرى لسكان التجاوزات السكنية اشتركوا في القناة